السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ريكس انا اقول عمين ايه فيه جزء كنفضل في المحاضرة هنبدأ نشرحه بس الاول عادين نعرف كم حاجات كده عن الاناثم بتاع الليفر لان احنا هنتكلم عن البلهريزيا اللي بتروح للليبر تمام تمام احنا قلنا في الفيديو قبل كده ان يدخل من الليفر البرتالفين البرتالفين ده بيبقى جاي بكل الفينس درينج بتاع الجو اي تي تمام وبيوديه الليفر هتاخدوا الكلام ده اكتر تفصيل جائتي بس يعني نبزة كده بسيطة يعني كل الاكل اللي جاي من بره ده لازم يدخل على حاجة علشان تنقيل علشان لو فيه اي مواد سماء او اي اسموم هو الليفر ده ده وظيفته حرفين وهو الدم بيبقى جاي جاي بكل الاكل بتشالف البورتالفين وهيروح للليبر تمام تمام فيه حاجة اسمه لباتيك ارري باتيك ارري ده بيبقى حرفيا ماشي ماشي جانب البورتالفين يعني بصوا لو تلاحظوا فيه برانشات اهي الارتري ماشي جانب البورتالفين تمام تمام ده اللي بيغزي الليفر عادي جدا اللي هي العسارة الصفروية المسؤولة عن اللي هي هضم الدوم وكده مش مشكلتنا دلوقتي الدرينيج بتاع الليفر نفسه تمام اسمه هباتيك هباتيك فين رايت وليفت هباتيك فين وبيصبوا في حاجة اسماء نبير فينا كافا اللي هو الوريد الاجواء في السفلي تقريبا يعني البورتالفين حاجة هباتيك فين حاجة ثانية الورتالفين ده مسؤول ان يجيب الدم علشان يدخل الحاجات الموجودة في الدم دي تدخل في خلايا الليفر ولو في اي حاجة فيها اسموه مثلا تتخلص منها ولو عايز تحولي مثلا يعني مثلا معظم السكريات الفركتوز والكلام ده ما يروحش الدم فركتوز لا ده بيروح للدم جولوكوز بيتحاول ازاي في خلايا الليفر تمام؟ اما الهباتيك فين ده اللي بياخد الدرينيج بتاع الليفر وبياخد المواد بعد محاجدة وسيتوكسافيكيشن او بعد محاولته يوديها بالمفيرفينة كيفا ومن هيوديها للقلب ويوذهه الجسم كله حسنا مشكلتنا ده الوقتي تمام؟ تعالوا نكمل بيقى الموضوع الهباتيك بالهارزيسيز مفترض ان تستساويه ايه؟ اللي هي استوديومة اين واحدة فيهم من موجودة في الانتستين صح ولا لأ صح تعالوا بقى بعد الانتستمى بالهارزيسيز يعني بقى نصوية من الرزيز هتلاعي باتك بالهرزيز طيب الاول حاجة بيقولك البرتالفين برانشز البورتالفين برانشز دي اللي هي عبارة عن ايه بص يا ستي احنا قلنا استنوا اهو البورتالفين اهو دخل هيبدأ يتكون ليه برانشات وكده تمام اهم تمام تمام نرجع بقى لكلامنا ونشوف ايه هتبقى تتحبس في البورتالفين برانشز تتحبس في البرانشز بتاع الفين نفسه اعمل ايه دي حاجة غريبة في البين تمام هيحصل للجدار البين نفسه والخلاء بتاعته الخلاء اللي بتتغلي في البين ايه اللي هي الاندوسيليل دي سور يا رسمي يعني تمام القوبة هتيجي هنا كده تمام هتعمل الاريتيشن يعني هتزيد هتزود عددها تمام وممكن المفروض ان ده كله رد يفعل مناها هيحصل هيعم ممكن ايه يخروم الفين وال تمام تمام وهيبقى تحت الاندوسيليل اللي هي الصميكوزة صح؟ تمام واصلا اصلا معروف ان الصميكوزة اللي بيحصل فيها السبب وجود الاوفا تمام فهتحسلي كتتمين الجرانيلولوما الاندوسيليل by fibrosis وهذه وانا ته في الحالة دي نسميها PI fijباروسيس فحصل فايبروزا بسبب الجرانيلولا اللي تكوني تمام هذه لو ايه؟ن لو اوفا نفسه طبع لو وورم 19잔 هتتحبس في الفينيولز تمام وفي كورس تراكت هتجي شرحاتها بالتفصيل المهم يعني انها تتحبس في الفين تمام وبرضو نفس الكلام هي حاجة غريبة موجودة في جدار الفين ثرومبو في البايتس يعني ايه ثرومبو في البايتس ايتس يعني التهاب تمام وفي اللي هو التهاب في الفين ثرومبو هتكوني جلطة هنا ليه ان هي حاجة ثبتة رضي فعل مناعها يجي ويبدأ بقى العامل التجارلة تتكون حواليها وتعمل لي سرومبو تمام وطبعا نرد فعل المناع لان احنا قولنا البيضة الى سوري الدودة هتشيل الشيس اللي حواليها وبالتالي المناع هتبدأ تتعرف عليها وتبدأ يحصل ايه يحصل الكروزيس في التشو اللي هو فيه تشو اين تشو اللي هو فين لفكرة فين دلوقتي تمام تمام آم التالت حاجة السرومبو السرومبو اللي تكوني دي هتبدأ يحصلها كانالايز اللي هي كأنها كأنها حاجة كده زي الفين يعني وهتتبقى آآ فرغم زي الامبوبة بالزبط تمام هتعملين نيوت شانلز اين نيوت شانلز دي المفروض انا قلتلكو ان البورتال فين كان داخل مع الهيباتيك ارري والاتنين ايه البرانشات ماشيين مع بعض بالتالي لو لو حصل ايه ايه في السرومبوز دي وخارمة جدار الفين هتبدأ تكوني ايه تكوني ايه تكوني ايه بتاع ده هتلزق هتلزق بينها وبين الارتري اللي جنبها بسبب الايه بسبب الكناليزيشن ان انا حصل ده تمام تمام اتكوني الحاجة اسمها انجيو ماتوايد ليجون يبقى انجيو ماتوايد ليجون جات من ايه جات من ان بقت موجودة في البورتال فين او البرانش بتاع الديد وورم دي يحصل عليها الرياكشن مناعي لانها التشيس اللي حولها فك والرياكشن ده برضو المفروض انها يحصل استيزيس للدم في الجزء ده بما ان الجزء ما بيتحركش يتكوني السرومبوس السرومبوس دي يحصل لها الكناليزيشن دي بما ان الفين بيبقى جنبه على طول الارتري تمام هيبدأ ايه هيبدأ تشانل بين الاتنين وهيحصل ايه حاجة اسمها انجيو ماتوايد ليجون ان الارتري والفين داخلين على بعض بسبب الشانل التكون جديدة بسبب ايه بسبب اللهم صالح النبي بسبب السرومبوس والديدور من اللي حصل ده تمام تمام نكمل زي ما اقول لكم مفروض هما التلاتة التلاتة بيقوم ماشين مع بعض حرفيا يعني البورتال فين البيلالي داكت وانا استانوا فيه صورة احلى هوريها لك او بصوا دي هستولوجي اكتر يعني دخلنا بالميكروسكوب وشوفنا الليفر اكتر لانا شوفوا نسيج الليفر هممازلي حاجة اللي هي الشكل السوداسي ده تمام تمام في كل طرف من الشكل السوداسي ده بيبقى فيه الدائرة دي عبارة عن ايه عبارة عن فيه بايل داكت وفيه برانش من البيلالي برانش من البورتال فين فتمام فاي حاجة هتحصل في واحدة منهم هتقصر على التانية لهم مالزقين في بعض تمام تمام فاحنا قلنا ان البورتال فين اا لو هي اوفا هيحصل لي يحصل لي السرومبوس وسرومبوس هتبدأ تعمل التشانل مع الارش اللي جنبها تمام ويحصل ببادة بسبب الاوفا وسبب الديد وورم اللي موجودة فيها يحصل بسبب الاراتيشن كل ده تمام كده تمام التلاتة يحصل فيه مشكلة تمام اهو يا ربي فين اهو تمام كده ماشي في بقى فاتي ديجنوريشن فاتي ديجنوريشن مال نكروزيس يعني كل اللي حصل ده هيقصر على الدم اللي رايح للليفر صح ولا لا تمام تمام يحصل فاتي ديجنوريشن انتوا اكيد خدتوها يعني تقريبا اه لها الخلايا هتبدأ تكبر في الحجم وهتبدأ اا 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 كأنها هتفرقع كده بس هم بترففرقع وتقريبا فاتي ديجنوريشن ده كان ان الخالية ترجع اي لان انت شلت السبب تمام وieni ان الماء الكروزيس حاجة خفيفة يعني تمام تعالي نقر ايه الب supplying ااا ااا في هكل gyny ااا كنت الطعام وكل كنتكو كان الطعام ديجات في السلاد اللي فات وقلنا هنعرف معنى ايه تمام تمام بص يا سيدي الديفرانس بينهم الاتنين يعني فيه الفاين وفيه الكورس ده فيه هنشوف الجروس وهنشوف المايكروسكوب تمام الجروس بيقولك تلاتة اس واربعة سي واحدة بي يعني ايه الكلام اللي هو بيقوله ده نشوف زي ما قلتلكو قبل ما نروح عليهم عشان نازم نعرف ان ايه المفروض ان الليفر قلنا بيدخل فيه البورتالفين والهباتي كان في الصورة اللي فاتت والتلاتة بيمشي مع بعض البورتالفين ده بيبقى جايب للدمة من كل الجو اي تي علشان انه فيه اي حاجة سامة او فيها اي حاجة محتاجة تتعدل الخلايا الليفر هتعدلها ازاي هتعدلها هتبدأ بقى البورتالفين ده هيخرج الدم بتاعه تمام اه تفصيل اكتر اهو بصوا اه دي البورتالبرانش اوف فين الدم اهو هيخرج دي حاجة اسمها الساينوس تمام الساينوس ده اللي هو ازاي كابيلاري كده بس تبقى واسعة الحاجات اللي في الدم هتبدأ تروح اینه على ناحية لاatable من خلايا الل ripping الي هي دي الهبات واسايت وتبدأ تشوف التعديل اللي هتعملوا عليها وزي ما وطولك هت عط epbook EuxLA stocking بالتفصيل فما لاستجلOOK وطوب infamous exemplo Voiceabil blev اكتر الى الهباتيك فين لو تفتقروا ان او تلكم الهباتيك فين ده ده بتاع ال liver اهو اسم الله ا 미안ة ثانيا اهو اه اهي ده الهباتيك فين اللي هي ودولا على في 그렇지نا كده انا عملت نقيت كل الدم اللي جاي من ال project عن طريق ان انا عملت اه اهمي خرجتو من الفين وودتو على الهبات وصايت بعدين الهبات وصايت وادتولي على السندرال jamais تمام كده عارفنا السندرال ده بيبقى في نصط الشكل السوداسي هاو تمام وفي الاطراف عندنا بيبقى فيه ثلاث حاجات الاساسيين البايلدكت والاليبات الكقاري والبرانش من كل واحدة فيه يعني مش الاساسي بتاعنا تمام تمام اللعك التعال بقى نشوف ايه الكورس في الفاين دي يعني ايه كورس يعني ايه فاين بصو اولا الكورس سببها ايه من اسمها كورس كأنها حاجة كبيرة والفاين حاجة بسيطة يعني من اسمها كورس كبيرة يبقى كده البيض اللي بقى موجود هيبقى كتير طيب آآ شوية صغرين بس من الاوفا اترسابه في عرفني يعني معناها التلاتة يعني البرانش بتاع البورتال بين البرانش بتاع الهباتيك ارتي والبرانش بتاع اللي هما موجودين في ايه في جنب الشكل السوداسي طيب الصائز بتاعنا آآ هما سألعنا بيه الصائز هنا بقى لك هنا ديكريز وهنا نورمل هو هنا تقريبا تقريبا والله اعلم اصدق على صائز الليفر يعني مش متأكد اول لو تعرفت متأكد من الدكتوري في الحتة دي هو اصدق على الصائز بتاع الليفر فهنا هيبقى نورمل الصائز لهو فاين هنا الكورس هنا هيحصل ديكريز ديكريز لان مش حين قلنا ان الاوفا دي بيحصل الليفر فايبروزي دي يعني كشكشة يعني هتبدأ تقلل في حجم تمام تمام هنا بقى انها فاين يعني مش هتأثر بيض حاجة بسيطة فايبروزي حاجة بسيطة فمش الليفر لما حجمه يتغير مش هيبقى مش هيبقى بين قوي حتى لو تغير يعني ففي الحالة دي هيبقى كأنه بين انه نورمل تمام تمام دي اول آآ اول سي تاني سي السيرفس السيرفس بتاع الليفر الريجلر نفس الكلام مش احنا قلنا يعني في فايبروزي يعني في جران كأن جران كأنه محبب كده فمش هيبقى الليفر مفروض انه ناعم لو تشوفوا اي كبد مثلا لو اما تيكوا تعملوا كبده بديبقى ناعم من بره تمام لا هنا بقى هيبقى 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 فيه الليفيشن لو حصل مثلا في الحتة دي لو حصلش في الحتة دي فتبدأ تحت كائنة اي حاجة تطلع وحتة نازلة آآ الفاين هيبقى جرانيولر برضو جرانيولر ليه بقى ان قلنا هيحصل في الليفر يعني هو الحجم نفسه مش هيبدأ التأثير عليه اما الملمس بتاعه هيبقى جرانيولر هنا الريجولر لانها كبيرة قوي فمش بس هحسها جرانيولر لا ده هتأثر في الليفر بشكل عام في اماكن هتبقى عالية في اماكن هتبقى واضية وهكذا تمام تمام الكونزستنسي في الحالتين فيرم تبليه فيرم فيرم ليه بسبب الفايبروزي اللي هيحصل سواء الاوفا هنا كتير او الاوفا شوي صغيرين في الحالتين هيحصل فيBERوزي تمام تمام الكولر بتاع الليفر هيبقى دارك براون طيب ليه دارك براون المفروض ان الاوفا نفسها سوري ان الدودة لو هي موجودة او الاوفا بتفريزبيجمنت اللي هي الاه استنو اهي البيجمنت دي الاوفا تفريزبيجمنت حتى او تفتكروا في المحاضرة الاساسية كان البيجمينت دي هي الاساسية لراضي فعلي المنع اللي بتحصل المفروض انه معظم عضاء الجسم بحولها كابسول الكابسول في الحالة دي يبقى سيكوفايبروز نفس الكلام هيحصل ممكن الاوفا توصله لان برضو الارتري والكلام ده كله بيغزيه فهيودي اوفا للليفر نفسه هيودي اوفا للكابسول وحصله سيكوفايبروز البوردر بتاع الليفر هيبقى شارب بوردر شارب بوردر يعرفوها كده طب الكاتسيكشن انا عملت ايه مثلا ان انا ندي الليفر اهو كنت بترسم ازاي كده مثلا عملت كاتسيكشن كده سوري كاتسيكشن ايه اللي هشوفو تعالا نبدأ بالفاين بانها فاين فالليك فاين جريش وايت ستاند الفايبرستيشو انسايد بورتال تراكت بروح نقول ان البورتال تراكت دي ممكن يبقى فيها الاوفا ممكن يبقى فيها ديت وورب تمام تمام والاوفا دي بيحصل حولها في بروزس صح تمام اللي ساعد ان القفره سبقى كان الصغير فالفايبروزب كبس يبقى صغير على البورتال تراكت واعرفني عن ايه بورتال تراكت با تمام تمام الطيب الكاتسيكشن في الكورس منوانها كورس ستبقى quienى اللعائة فاين فاين ممكن فايبروزبين black and white البلانو فيبراس تشوف سواة يا جماعة المقطى حسنا هذه الحسابية one thick grayish white band of fibras لي صوري خلح إذا السبقنا الاوفا ه guru has learned 옷 ف Faciasこんな Crash هتمنح اللي ايه؟ white color around the portal vein يعني عارف انتو كأنها رقبة كده يعني هتحوق كأن في حاجة حواليها كده تمام تمام فده بيفكركم بايه؟ عارفين البايب؟ المفروض البايب يبقى كعبرة كده وطلع من حاجة رفاعة مثلا يعني هو مشبهة كده pipe steam fibrosis تمام تمام يبقى كده سريعا الكورس اما نيجي نقول لي الكوز بتاعنا الكوز هنا الكورس يعني فيه اوفا تترصبت كدير هنا اوفا تترصبت شوية صغيرين والهيباتيك أوتري والبيلاري دوكس ثلاثة ماشين جامع بعض حتى في كورس اما يدخل جوه الليبر بيبقى ماشين جامع بعض الصيز بتاع الليبر بسبب الفايبروزيز والكشف اللي هتحصل هيبقى هيقل هنا انها بسيطة فاين فمش يحصل اي حاجة في الصيز هيبقى نورمال طيب السيرفيس لوانين كان منه الريجولر الريجولر لان اوفا كتيرة دي رفعت لي اماكن ونزديت لي اماكن بسبب الفايبروزيز برضو هنا جرين الاربس حبابات زي بالظبط لما كنا بنقول في الانتستاينل بالهريجولر وبتاع البلدر كنا بنقول لما الملمس بتاعهم نشوفها تبقى هنا جرين الاربسها بالاوفا اللي تحتها مش مشكلتنا تبقى الوقت كتيرة دي بيبقى فرم بسبب الفايبروزيز ده يعني حاجة كده كأنها ايه جمدت الحاجة دي هيبقى فرم احساسه في مش ياخدوا يعني المفروض ان الليبر اصلا برضو لما تيكوا تعملوا كيف ده الليبر بيبقى عامل ازاي يعني مش عارفة بصراحة اسمها ايه بس هو بيبقى طري كده على عكس فرم هي فرم هنا انايش بسبب الفايبروز اللي حصل فيه لون القدر هيبقى دارك براون بسبب ايه بسبب البجمنت اللي بتفرزها الوفا دي تمام تمام الكابسول هيبقى ثيك وفايبروز لان ممكن برضو يوصل لوفا ممكن رد فعلي بسبب الحاجة بتحصل دي يحصلوا طيب البوردر بتاعنا هيبقى شارب في ايه في كلا الحالتين عادي جدا قلنا لو هي فاين فهي تشو انسايد البورتال تراك وعرفني عن ايه بورتال تراك ماننساش ان هما التلاتة مع بعض طيب لو هي بقى في الكورس هيبقى تشو ثيكت فايبرس وايد باند فايبرس تشو يعني هيحصل فايبروز كتير ما ان الاوفا كتير كأنه هيبقى كتير فهيعمل ايه كأن رقبة كده حولين البورتال فين وهينا شربوها بالبايب ستين فايبروزز بايب ستين فايبروزز في الكورس تمام تمام تعالوا بقى نعرف ايه الكومبليكيشنز بتاع الهيباتيك بالهاريزيزز اول حاجة هنتكلم بقى عن الكومبليكيشنز تمام تمام هو كل اللي حصل ده هيامل ايه هامل ان الفين نفسه هيتسد صح؟ فبالتالي الدم هيرجع فيه فهيصل حاجة اسمها بورتال هايبرتينشن يعني ايه يعني الدم مش عارف يكمل مصوره الطبيعي لان فيه حاجة عوقته عن ده تمام تمام ايه بقى النتائج اللي هتحصل عن البورتال هايبرتينشن ليبوس المفروض ان الكون اصلا البصورجينز بتاع البورتال هايبرتينشن الكون ازاي هلا قلنا يحصل في بورتال فين او البورنشنز بتاعته تمام بسبب القوبة وبسبب الديدورم عين كان اللي هيحصل لي هيبقى مضغوط قوي يعني انت خال انت هاو ماشي في حاجة هنا السادات الدنيا فالدم مش هيمشي بنفس المصور فيضطر يرجع وهيبقى ايه وده مرة ورا مرة ورا مرة هيبدأ بقى يرجع على كل البورنشات اللي ورا تمام تمام هنعرى وهامل افكت ازاي او بلاص ان ايه لو مين فاكر الانجيوماتويد احنا قلنا الانجيوماتويد دي عبارة عن ايه وبارة ان البرتالفين موجودة فيه تمام وهتعمل الاكشن وهيحصل والبتاع دي هحصل لها تمام وهتدخل ايه هتدخل مع الاتري اللي جنبها صح ولا لا قلنا هياتحدوا مع بعض دي قلنا الانجيوماتويد تمام برضو نفس الكلام يبدأ برضو الدم هاي ايه هاي اثر على الاتري على الهباتك اري تمام تمام تعالوا بقى نعرف ايه هي التأثيرات اسبلينو ميجالين دي المفروض ان ان الله مساء الله عنه الفين والقرطل بتاع اسبلين متصلين بالفين والقرطل بتاع الليفر ماشيين مع بعض بص ال بتاع اسبلين يبقى ماشي على ايه على بتاع البنكريس كده فلما يحصل ان ان ال بورتالفين ضغطه هيعلى كمان الاسبلين نفس الكلام هيرجع عليه ان الضغط بتاع وهيحصل اسبلينو ميجلي طيب القصائط دي هيتكون ازاي المفروض ان اقول لكم ان ال بورتالفين ده عبارة عن ايه بارة عن كل الاوريدة اللي اجيئة من الجو اي تي تمام برضو نفس الكلام لما ضغط يعلى هتبدأ هيبدأ الدم يرجع في الاوريدة بتاع الجو اي تي وهيبدأ يخرج من الاوعية بسبب الضغط يعني ده متخيل اهو في مهي كتير 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 ازا فكرة البلونة لحد ما بتفرق حينا بقى الفين مش بيفرق عليه لان الفين في بورز البورز دي هتبدأ تطلع لكمية الماء وهيعمل لي القصائطة اللي هو البطن الكبيرة اللي بتبقى موجودة دي في الليبر البورتالي سيستيميك شونت ايه البورتالي سيستيميك شونت دي بقى اي حاجة يا سيدي كده بصوا الاوسوفيجيه الباليسيس دي ها اصلها ايه اصلا المفروض ان الاوسوفيجس اوسوفيجس قلنا برضو من ضمن الجي اي تي تمام فالدم بتاعي يبقى راحة البورتال فين الاوسوفيجس متصل من ناحية تانية بحاجة اسمها ازايجوز فين ازايجوز فين ده بيبقى فين كده مشي على طول على الظهر على السلط الظهري يعني ومن الاوسوفيجس بيصب فيه انا قلتها هجيبها لكم بصراحة بس هي تفاصيلها كتير قوي ومش عليكم إذا إذا هلهم لازم عما بما ان الضغطو عادي في التالي الدم بتاع الوسوفيجس برضو هيعلى هاحميلك الاسوفيجيه الباليسيس فيه الايه الماساس гарم نفس الفكرة نفسه دي عباره عن ايه عباره عن ان الدم اتحبس ليه ان برضو فيه وصله بين البورتال فين واتم ، يعني اللي بيغذي الامعاء الامعاء اله الاريضة او الórioجتم بشكل عام الدم اللي بيغزيها ده مرتبط بشكل ما عن طريق السيستمك بالإيه بالبورتل بالتالي هو هيرفع لي الضغط في البورتل هيخلي إيه الدم يرجع في إيه في الريكتم أو في الأوريدة اللي بتغزي الريكتم وهتعمل لي البيلز دي يعني هي بدون تفاصيل والله علشان إيه هاتتوه أصلا يعني أنا جيت أفتح في الكتاب الجي قاتي عندي عشان أبص عليها وأشرح لكم لقيتها كتير بصراحة وبرانشات فينز كتير لا مش مهم هو البورتل فين لما يضغط إيه بطريقة ما يدام هيبدأ يرجع هيرجع على الأوريدة بتاع الأصوفيجة ستعمل لي أصوفيجية الباريسيس والأوريدة بتاع الريكتم والأمعاء هيعمل لي البايلز اللي هي البواسير وممكن الأوريدة دي تبدأ تنفجر ويعمل لي بليدنج بالريكتم ولو انفجرت الأصوفيجية الباريسيس هيعمل لي هيماتيميسيس تمام؟ يبقى الأصوفيجية الباريسي ستعمل لي هيماتيميسيس تمام؟ والبايلز ستعمل لي تمام تمام حيصناك كابت ميو دوزا كابت ميو دوزا دي اللي هي بتبقى عبارة عني واحدة كده بطناها حاولين صورتها بالزبط هتلاقي كأن في اللي هي ميو دوزا اللي هي واحدة راسها وطالع منها تعبين كتير كده فهي بتبقى حاولين الصورة بالزبط كده الاوريدة بتبقى باينة قوي نفس الكلام نفس فكرة السيستاميك بورتل شانط فاللي هي عرفوها بقى عرفوها خلاص يعني تمام تمام بورتل انسبلينك فين سرومبوس ديوتو ستيتس بصوا المفروض انسبلينك فين ده زي ما قلتلكو بيصب اصلا بيروح للبورتل وبيكملوا بورتل اساسي وده اللي هيعمل لي السبلينو ميجالي تمام بما ان في حاجة سدى الطريق يعني في حاجة سدى الطريق تمام والدام بدأ يرجع 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 ويزيد في الضغط وكده فبالتالي هو مش ماشي طريقه في حصل استيرس يعني ايه يعني ريكوت في الدم ودي اكتر حاجة ممكن تعمل لي ايه ممكن تعمل لي السرومبوس ويسد بقى خالص تمام يعني بعد كل اللي حصل ده لوب لازما بروتينز اند لانيكو مستيا ان ميلز بصدق لوب لازما بروتين جاي من ايه مفروض ان اللي باتو سي قتلكوا لها وظائف معينة من ضمنها ما انها بتصنعني ايه بتصنعني بلازما بروتينز اللي هي البروتينز موجودة في الدم زي الالبيومين والجلوبلين تمام لما يبدأ كل ده يحصل حواليها وكل ده ممكن اللي خلايا نفسها تبدأ تموت تمام عشان اوان هيحصل ارض فعلي مانا هيحصل نكرولز والهاي بروتينشن ده هيضغط على الخلايا اصلا وخليها تموت تمام وانيكو مستقلمين فكرتها ايه المفروض المفروض ان اللي بر مسئول تمام عن انه يصنعلي البلازما بروتينز دي البلازما بروتينز دي بتشيل الهيرمونز الهيرمونز زي ايه زي الاستروجين تمام الاستروجين مفروض لو هو متشالجي طول ما هو متشال هو كده ان اكتف تمام فلما ما يبقاش فيه حاجة اللي هتشيله هيبقى موجود في الدم بتصورة كبيرة فهيبقى اكتف الحالة دي عامللي جانيكو مستي طب ليه ليه سميعنا في الميل لان المفروض ان طبيعي جانيكو مستي معناها كبر حجم السادي تمام لان البروتينز القلي ده مش هيخليه يشيل الاستروجين الاستروجين ده هو المسئول عن تكبير حجم السادي بالتالي لما مش هيبقى فيه بروتينز في الرجالة بالزاد تمام بالتالي الاستروجين نسبته هتزيد فهيشتغل هيبقى في السورة الاكتف لو في ميل مش هيقصر اتس اوكي لكن لو ميل بقى طبعا هيبدأ سادي بتاعه هيجور وفي الحال دي عامللي حاجة اسمها جانيكو مستي امونيا ان كفالو بس دي تمام بصوا المفروض ان في الكولن في بكتريا تمام بتحول لي اليوريا الامونيا بيتتكون اصلا في الكولن فهي ايه في الامعاء تمام تغ Jean بتاع البكتريا الموجودة في الامعاء. مانا وسيل اما ت BringulaIQ بتاع THEIから بتروح للليبر عشان ايه عشان لو هي toxic اما لا دي تتكو Oh radiation وانيك بقى هنا الاهمية بزيان ان اليوريا الي ه دي اصلا الامونيا دي بتتحول في اليبر تمام تمام علشان ما توصلشي السستيميك سركيليش يبقى الأمونيية بتتكون في الكورون عن طريق البكتيريا بتتحويل لليوريا اليوريا دي ماده انتوكسك لو هو الليفا دلوقتي بيز الى الامونييا مش بتتحويل لليوريا الامونييا دي ماده سامج جدا عن البرين في الحالة دي هتوصل للسستيميك سركيليش صح ؟ صح ؟ في حالة البراريزيا بريبورت الفيبرولزوس او في الحالة دي بقى المشاكل دي كلها وهي بيات فصوص ما بدأتش شغالة الأمونيا هتبدأ توصل للسيستميك سيركيليشن وتبدأ تروح للبراين وتماني انكفاله بسي اللي هو عتلال في البراين عتلال في البراين يعني يبدأ المخ نفس الموت لأنها سمى للمخ دي وهي مني كومة تاني الحتة دي يبقى الأمونيا دي تتكون عن طريق إيه؟ عن طريق البكتيريا الموجودة في الكولون تمام؟ الأمونيا دي هتبدأ زي باقي كل الحاجات الموجودة الجهاتية هتروح انتريق البورتالوين للليبر الليبر هيحولها من أمونيا ليوريا تمام؟ اليوريا دي مادة تمام؟ انتوكسيك تمام؟ فكده الأمونيا ما وصلتش للسيستميك سيركيليشن طيب لو حصل مشكلة في الليبر بقى تبدأ الأمونيا دي هتوصل للسيستميك سيركيليشن وتروح للبراين وهتعمل لي إيه؟ انكفاله بسيه دي صورة نهائية بقى للكومبليكيشن يعني الدكورة جايبها في آخر الداتة كده اللي هو A B C D E اللي هي الأسايتس سوري اللي هي الأسايتس تمام؟ تمام؟ بسبب كل ده بسبب بورتال هايبرتنشن طبعا البي بليدنج اللي هو بسبب لسوفيجيه البريسيس اللي هي دوائل المريء هتبدأ يترجع ده أو البايلز اللي هي تنزل دم في السطور بتاعك في البروز اللي هي اسمها البواسير تمام؟ تمام؟ حاولين الصورة بالضبط تحس ان فيه حاجات متفرعة كده شابوها بميدوزة الميدوزة دي اكيد كلك عارفينها يعني اللي هي الست اللي هخارج من راسها تعابين كده تمام؟ دمانيشت ليفر هنا بمعنى ان الليفر مش هشتغل كويس ده هيعملي كان جاب سيرتو في حاجتين قلنا اللي هيبقى مشكلة في البروتينز هيعملي جانيكوماستيا في الميلز والتاني حاجة اللي هي حتة ان حاولي الأمونيا ليوريا وبالتالي لما ما تتحولش هتعملي انكفالوباسي وهي النارجد اسبلين هنا النارجد اسبلين بصوا النارجد اسبلين اساسي اساسي بسبب الانفكشن هيبقى جميلة تمام؟ بس ممكن يبحث له النارجد احنا من الكلماتي عن الهايبرتينشن لان الاسبلينج بيروح يسطل في البروتال فين ببرضو نفس الكلام الدم هيبدأ يرجع وهيبدأ يضغط على البرانشات بتاع الاسبلين كلها وهيحصل ايه؟ هيحصل النارجد بتاع الاسبلين ده تمام؟ كده ان شاء الله خلصنا واتما تكونوا فهمتوا يعني اشتركوا في القناة